الخبر الأول اللي عدنا عن تهجم متابعين فانزات يارا على النورمار وقمر مار فالنورمار نزعى على القناة الثاني هذا المقطع واللي كانت بيه قمر مار حال انه تدخلوا على المقطع وتنزلون بيه على التعليقات راح تشوفون انه هاي من التعليق مكتوبة بالانجليزي وكاتبين عليها جيش يارا وفانزات يارا اللي يريدون يجمدوا المشاهدات على المقطع اما ان يسأل عن شنو سبب هذا التهجم اللي يتعرضوا ولا حسن ما توقع انه ميردون نورمار يصوروا يا قمر مار فاكتبون يا حباي بالكومنتاج شاركوا بهذا الخبر وهل نورمار وقمر مار يستحقون انتهجوا من تعرضوا لا او لا الخبر الثاني اللي عدنا عن مفاجآت اليوتيوبر فأول اليوتيوبر اللي عدنا هي أسو فأسو نزلت على حسابها بالانستجرام شوية ستوريات واللي كانت بيها من داخل برامج المونتاج اللي اعلنت من خلاله انه راح تنزل المقطع يوم الجمعة فاش كنتم بتحمسين لهذا المقطع أمر اليوتيوبر الثاني اللي عدنا فهي بيسان اسماعيل والنس الشاير فبيسان نزلت على حسابها بالانستجرام هذا السوري اللي يتحمس بالمتابعين للمقطع اللي راح تنزل باتر الساعة بالتسعة وحسب مواضح من الصورة مصغرة انه المقطع راح يكون ويا شيف بوراك فاكتبونا يا حباي بالكومنتاج المقطع منه متحمسين اكثر بين بيسان اسماعيل والسو الخبر الثالث اللي عدنا عن تهجم المتابعين على نورستار فنورستار نزلت على حسابها بالانستجرام هذا البوس اللي كان بهذه الصور اللي تعرضت للتهجم بسبب ملابسها ونليش نورستار تغيرها بصلا انه باخرة ثلاث صور الليها تقريبا كلها مشابهة نوعا ما بلابس قصيرة فاكتبونا يا حباي بالكومنتاج هل هي تتحق هذا التهجم اللي تعرضت له او لا الخبر الرابع اللي عدنا عن المتابعين وكشفهم الحقيقة شهدوا السمن واخفاهم الاسم ميلة من التعليقات اللي عدهم طبعا بالنسبة لأشخاص اللي حسلوا عن السبب صراح هذه المرة الموضوع واضح فبثما تعرفون انه شهدوا السمن عدهم بني اسمها ميرا واللي هو اسم مقارب كلش من السميلة فهو يتعرضون للهجوم انهم يقلدون السميلة وبالصابق صارت عركبين انس واصالوا شهدوا السمن بسبب هذا الموضوع ونزلت مقطعين عن الموضوع وشرحت بي الموضوع كامل اوما بالنسبة للدليل لو ندخل على اخر مقطع نزله ونزل بيع التعليقات ونكتب اسم ميلة بعدها نروح الى احدث اولا وندخل التعليق وتعليق الاشخاص على القبو ورايا بعدما نحفظهم زين نروح نغير الاحساب عم نشوف هل التعليق لاحيطلع للناس او لا وبعدما غيرنا الاحساب وننزل بيع التعليقات وروح لكلمة الاحدث اولا راح نشوف انه تعليقه مظهر وانما تعليقه ذو الاشخاص الثانيين ظاهر فاكتبونا يا حبايب بالكومنتات شو رأيكم هذا الخبر الخبر الخامس اللي عدنا عن قمر مارو هل هي مريضة او هل هي كانت مريضة فهذا المقطع اللي نزع على قناة نور مار الثانية حديدا بهذه الأقطنة وان ما صار شي غريب فلو تلاحظوا على قمر مارو وعلى وجهها انه مثل كانت لح تفقد الوعي ولكنها قدرت ان تصحصح على نفسها بالنهاية ووضح ان كل شي دايخة طبع هذا المقطع هو مصور من القديم فتوقع انه حاليا قمر مارو بخير الحمد لله يمكن ما كانت نايمة قبل مسافر للعراق خاصة انت تصوره هاي فيديو هات يمكن على كلية الف الحمد لله على السلامة الخبر السريع اللي عدنا كان وسام تيكيت ومحمد جواني واسامة مروى فبالنسبة الوسام نزع على حسابه باللي انستجرام هذا الستوري اللي كان يترحم به على ابو ستيلا وماريانا وكريستينا اما بالنسبة الوسامة مروى فنزع على حسابه باللي انستجرام هذا الستوري اللي كان يعلم من خلاله عن سفر كاليفورنيا وكان كاتب بالستوري الى اللقاء دبي اما بالنسبة لمحمد اجواني فاجواني نزع على قناته باليوتيوب هذا المقطع اللي كان الردبي عليه بين سوريا اللي ساب نور مار وسبه وسبه هو يوتيوبر اللي هزا ما شاه في المقطع رحطوكم يا بالوصف روح يشوفوه وبس الله انه وصل لنا هات المقطعات من المقطع اجابكم منس تحطوا للاك ساركو بالقناة شاناكم فيزي مقتنا من التلقصص وبس مع السلامة